طب قول هو ليه ربنا خلق الكفار مع أنه عارف أنهما مش هايسلمهم هما اللي كفروا ومش هو اللي كفرهم هو قال لهم ما تعملوش كذا ويعملو كذا هو خلقهم مع أنه عارف أنهما مش هايسلمهم لا بس هو خلقهم وعطالهم عقل وهو خلقهم وعطالهم اختيار أنت ليه عايز تحرم نحن من الجنة وهو خلق البشرية البشرية دي عطاها عقل واختيار اللي هيطاوع هيدخل الجنة واللي مش هيطاوع ربنا سبحانه وتعالى هيغضب عليه فحضرتك عايز أنه علشان ما يغضبش عليه وميضايع علينا الفرصة طب ليه كده الظلم ده أنا ما هو ما هو الكلام أنه سمعه كده يلا بينا نبحثها واحدة واحدة أنا عايز فرصتي يا أخي عايز أدخل الجنة أنت بتحرمني من الجنة ليه وتقول إنه عايزنا مدام بالشكل ده يبقى ما يخلقش الكفار وبعدين هخلقنا ملايكة طب الملايكة دول ما لهم شعقاب ولا سواب ولا حاجة طيب أنتوا كلكوا سألتوا أنتوا سألتوا طب اسألي قول جدا ليه سيدنا جبريل عشان يعني غسل قلب سيدنا محمد لا أنت عايزة تقولي إنه سيدنا جبريل نزل وشق صدر سيدنا محمد فهل دي حدثة حقيقية ولا حدثة غير حقيقية علشان ربنا يهيئ الأنبياء للنبوة جدت حكاية شق الصدر فجبريل نزل وأخذ الجزء اللي في القلب بتاع سيدنا محمد اللي كان ممكن بيه يرحم الشرير ويرحم إبليس سيدنا محمد قلبه كله رحمة ربنا خلقوا كده طيب كده بالشكل ده إبليس لما يتعرض عليها هرحمه برضه فجبريل نزل شق الصدر وخد فيه حاجة معينة زي تجلط كده أو زي حتة خدها من القلب بحيث إنه ما يحبش إبليس ما يحبش الشرير لأنه لو تركها كان ممكن يحب كل الخلق حتى الطيب والشرير الطيب والشرير فعلشان يحب الطيب بس نزل وشاء الصدر وشال قدر الرحمة اللي على الشرير علشان يبقى كده تملي طيب يا الله تفضل أقول الرحمة